مخاطر استباحة المال العام والحق العام الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد جعل الإسلام حظ المال أحد الكليات الست والمقاصد الكلية السامية التي أحاطها ديننا الحنيف بالعناية والحظ والرعاية والصيانة حيث يحذر الحق سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل فيقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولقد أحاط الإسلام المال بسياجات متعددة من الحظ فشرع حد السرقة وشرع الضمان والكفالة والوكالة والحج كما تضمن حد الحرابة حظ المال أيضا ونبهنا الشرع الحنيف إلى كتابة الدين والوفاء به وبالأمانات حيث يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له والمال إما أن يكون مالا عاما أو خاصا فالمال العام هو ما تملكه الشعوب من الأعيان والمنافع مما لا يقع تحت ملكية فردية وحرمة المال العام أشد إثما وجرما وخطرا من حرمة المال الخاص لكثرة الأنفس والذمم المتعلقة به فالأمانة فيه أشد والمسؤولية فيه أعظم حيث يقول تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا فإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك وكما أمر الإسلام بضرورة المحافظة على المال العام فقد أكد على الحفاظ على الحق العام وحذر أشد التحذير من استباحته بأي صورة من الصور ومن ذلك الاعتداء على المرافق العامة كالطرق العامة أو المدارس أو المستشفيات أو وسائل المواصلات أو شبكات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي وغير ذلك فالواجب علينا المحافظة عليها وحمايتها والعمل على تنميتها وتطويرها لأنها لنا جميعا وللأجيال القادمة ولأن الذي يعتري على المال العام يعتري على الوطن كله وعليه إثم كل من له حق في هذا المال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن مخاطر استباحة المال العام والحق العام كثيرة على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة فمضيع المال العام والحق العام متعرض للوعيد ونزع البركة من دعائه وماله وصحته وأولاده حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحم النبت من سحط فالنار أولى به وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام ومكسبه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ولله در القائل جمع الحرام إلى الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره ولا شك أن الاعتداء على أي عين من أعيان الوقف أو استباحتها هي استباحة لمال عام من نفعي وحق عام من نفعي وقفه أناس صالحون على سبل الخير مما يجعل الاعتداء على أي عين من أعيان الوقف أو حق من حقوقه جريمة شرعية ووطنية كما أن الحفاظ على مال الوقف وأعيانه وحقوقه واجب وأمانة شرعية ووطنية ونؤكد أن مستبيح المال العام والحق العام إن نجى من عقاب الدنيا فإنه لا يفلت من عقاب الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم حيث يقول تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اللهم اكفنا بحلالك عن الحرام وأغننا بفضلك عن من سواك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر